اشتركوا في القناة ان شاء الله بإذن الله بأحل معكم هيكل امتحان الولماء الصحية للصف الحد العشر العام الاسئلة بالاجابات بتاعتها شرح بالعربي وبالانجليزي لكي يستفيد الجميع بإذن الله تمام بسم الله الرحمن الرحيم طبعا بالهيكل تالاسئلة here we are examples of how exam question may look please refer to the excel spreadsheet for the details on the exact page number to focus on in your revision بعد كده السؤال الاول what is health education health education the act of to give information and spread knowledge about health to be involved in school and promote health طبعا اه احنا بنقول ايه هو التثقيف الصحي التثقيف الصحي ده عبارة عن ايه اعطاء معلومات ونشر المعارف تمام حول الصحة تمام ممكن يكون في المدارس تمام او تعزيز الصحة number two the world health organization WHO اللي هي منظمة الصحة العالمية world health organization created a framework for health promotion what the framework called the framework called the utawa charter for health promotion اللي هو ميثاك وطورة لتعزيز الصحة number three healthy cities and health literacy and good governance are known as yes the pillar of health promotion the pillar of health promotion اللي هي الركائز الاساسية للhealth promotion للتعزيز الصحي او الpillars the three pillars اللي هي health cities and health literacy and good governance okay number four which approaches to health promotion is being described in the following sentences making covid-19 vaccines available and free for the inter-propolution of the UAE your answer is prevention medical approaches تمام prevention medical approaches اللي هي طرق الوقاية تمام prevention medical approaches what was the aim of mention in campaign organized by Cleveland clinical clinic in Abu Dhabi your answer is to encourage men to address any health issues they might have be in a mild or serious and discuss them with their doctor okay الهدف هو تشجيع الاشخاص او الرجال عموما على معالجة اي مشكلة صحية لديهم ومناقشتها مع الطبيب الخاص بهم which organs of the body did the keep on peating campaign focus on which is the heart ما هو في العدو والفي الجسد تمام اللي هو بيستمر في campaign to peat peat الهو القلب الهو مين الهارت بيستمر في النبض تمام كده سؤال رقم سبعة what is the importance to complete a need assessment and target setting when planning a health promotion campaign اللي جانب بتاعتك it tell you what areas of health needs to be focus on which groups of people needed to target for your health promotion campaign طبعا احنا بنتكلم هنا ما سبب اهمية استكمال تقييم الاحتياجات تمام كده وتحديد الهدف عند التخطيط طبعا انت هنا بتقول it tell you بيقولك what areas of health needs ما هي المجالات الصحية التي يجب التركيز عليها واي مجموع من الاشخاص اللي هما بيكونوا مستهدفين لعمل حملة لتعزيز الصحة الخاصة بك تمام who is responsible for for health promotion من هو المسؤول عن تعزيز الصحة سوء التغذية سوء التغذية سوء التغذية ممكن يسبب مشاكل في النمو للاطفال والاضطرابات في النمو لدى الاشخاص لدى جميع الاشخاص تمام in which food groups would you accept to find high level of calcium في اي مجموعة من مجموعة الجزاء الرئيسية تمام ان انت تتوقع ان انت تجد مستويات عالية من الكالسيوم طبعا المستويات العالية من الكالسيوم تكون موجودة في الملك تمام في الملك موجودة في الحليب والالبان طبعا في الجزء ده لازم انتراجع المين food group الرئيسية اللي هي مجموعة التغذية الرئيسية اللي هي مين اول حاجة لازم تركز عليهم خمسة رئيسيين مهمين جدا وتركز على كل مجموعة وتعطي بتمدي الجسم بتمدي جسمك بكذا بكذا لان امثلة عليها كذا تمام سؤال رقم 11 what are the three macro nitranids طبعا احنا عمدنا في المغزيات في نيوترانات و الماكرو نيوترانات من الماكرو اسمها كبيرة تحتوي على الكربوهايدرات والبروتين والفات الكربوهايدرات بالعربية كربوهايدرات فات اللي هي الدهون البروتيني هي البروتينات تمام المايكرو المايكرو بقى نحن نتكلم عن الماكرو كربوهايدرات فات بروتين المايكرو والمين تمام المايكرو نتكلم عن مين المين المينرالز والفيتامين اوكي بعد كده نيم المينرالز المينرالز زي مين زي الارون زي مين الكاليسيوم زي مين زي زينج اوكي ما هي وظيفة فيتامين اي وظيفته بروتكت اجينيس انفكشن بي كيبينج سكين ان تيشوز هيلثي اوكي ما هي وظيفة فيتامين اي تمام او فيتامين الف تماما بيقينة من العدوى عم طريق ان هو بيحافظ على صحة الجلد والانسجة الخاصة بيني هاو من الكالرش شود هيلثي مين اي ايت بردي ما هي عدد السعرات الحالية اللي انت المفروض تأكلها في اليوم بتاعك لشان تتميز بصحة جيدة ها الفين وخمسمائة سعر حراري two thousand fifty calories what is the equation for finding energy balance ايه هي المعادلة اللي من خلالها ممكن تحسب توازن الطاقة تمام يبقى توازن الطاقة energy balance equal energy input اللي هو الحاجات اللي انت بتاكلها minus ناقص energy output الحاجات اللي انت like exercising playing football and it all تمام يبقى التوازن الطاقة بيساوي مدخلات الطاقة يعني الحاجات اللي انت بتاكلها ناقص مخرضات الطاقة زي ممارسة الرياضة واللعب كارت القدم وغيره تمام كده السؤال اللي بعده كم من خلال الرياضة ناقص من خلال الرياضة كم من خلال الرياضة ما عارض يعني ما عارض الأكلات اللي انت ممكن تاكلها من الأسماك في الأسبوع ها 2 2 version of a week ناقص من خلال الرياضة من السمك أصبوعيا تمام كم من خلال الرياضة ما زلطت الرياضة لهذة لأنها على البيان الالت Perg والخليفة وهذا كم من خلال الرياضة كما يمكن أن تكون من خلال الرياضة انت تشرب من خلال الرياضة كما يمكن تغلق المدخل ممكن تكون موجودة في الطعام اللي موجود في الرب اللي انت بتاكلها ممكن تكون موجودة في المكونات ممكن تكون موجودة في عدد السعرات الحرارية تبقى المعلومات اللي انت بتتوقع ان انت تجدها على الملسكات اللي موجودة في الاطعمة. the amount of food. كمية الطعام. where the food was made. الطعام ده اتصنع فين. the list of ingredients بتلاقي عليها المكونات اللي موجودة عليها. number of calories بتلاقي على اللابلز اللي هي عدد السعرات الحرارية. which vital signs have normal rate of 12 to 20 per minute? yes this is the respiration rate. how many times you press in one minute? طبعا احنا بيقول اي على اي من العلامات الحيوية اللي هي المعدل الطبيعي بتراوح من 12 الى 20 دقيقة. طبعا الكلام ده نتكلم عن مين? عن respiration rate اللي هو معدل التنفس. نتكلم عن مين? عن معدل التنفس. تمام? اللي هو بتراوح من 12 الى 20 ريت في الدقيقة. تمام كده? تمام. الجزء اللي هنا بقى بتتكلم عليه ال chocolates. طبعا لازم نركز على الılan temperature. لازم نركز على רäs Owl polect pleasure. لازم نركز على Blood pressure. لازم نركز على like problem rate. بتعرف الى Aquement لكل جهاز. بنعرف ايه هي little normal rate اللي هو النسبة الطبيعية لكل واحد فيهم. تمام كده? لازم نعرف بتاع كل واحد فيهم. الخامسة اللي نتكلمت عليهم او الاربعة اللي نتكلمت عليهم. نركز علىهم جدا. نجيب واحدة منهم في الامتحال. تمام? مش الاسئلة دي بالنص. ممكن اسئلة زي دي بالنص او اسئلة مشابهة فيها. فنركز على الكلام اللي احنا بنتكلم فيه. اوكي? الاخر اخر خمس اسئلة نركز معي بعض بقى. what are the symptoms of cardic arrest? what is the symptoms of cardic arrest? the symptoms of cardic arrest unresponsive and no pulse and no breathing. طبعا اعراض السكة القلبية ان الشخص بيكون غير مستقب وما عندوش نب ونفسه وفي نفس الوقت ما بيتنفسه. اوكي? what names is given to the condition when the heart muscles and it cannot pump enough blood around the body. طبعا ده بنسميه اللي هو اه قسور القلب او فشل في القلب. اه تمام? الجزء اللي يعني كده. what does the اللي هو الانعاش القلبي الرؤوي. وده مهم جدا جدا وركزوا عليه في الامتحان. تمام? list the first three steps to take at the scene of an emergency. the three steps make sure that the scene is safe. حاول ان انت تتأكد ان المكان اللي موجود فيه يكون امن. number two check for response. حاول ان انت يعني تفحص الاستجابة للشخص. هل هو بتنفذ? هل في نب? هل في اه متنفذ بالطبيق الطبيعي ولا لا? وهكذا. call nine nine eight. طبعا انت هتكلم nine nine eight and get a e d. it's a machine for giving shock to the heart. a automated. e external. d defibrillator. a e d automated external defibrillator. ده عبارة عن ماشين. عبارة عن جهاز. اه for giving shock to the heart. اوكي? اللي هو اه آلة اللي يعطى من اه صدمة للقلب. how would you know if accusality is responsive? ازاي تعرف ازا كان الشخص ده بيستجيب او لا اول حاجة هعمل ايه? if the system move up and down and they are breathing. طبعا هشوف الشخص ده صدره بيرتفع ولا ما بيرتفعش صدره بيرتفع الاعلى ولا اسفل وبتنفذ يبقى الشخص ده مين? responsive. طيب unresponsive. اوكي? نركز بقى. how would you know? اوكي? اكون انتهيت من اه شرح الاسئلة الخاصة بهيكل امتحان العلم الصحية للصف الحادي عشر عام. وبكده اتمنى ان انتم تكون استفدتم. وفي نفس الوقت لازم تراجع الدروس اللي انت اخدتها كاملة. ما تعتمدش على هيكل فقط. وربنا وفاكم ان شاء الله. ولو احتاجتوا اي شيء اكتبوهني في التعليقات. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.